السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربكم بخير النهاردة بإذن الله أولى حلقات سلسلة جديدة هنبدأها مع بعض وإن شاء الله سلسلة دي هتكمل مش زي بقية السلاسل يعني سلسلة ببساطة شديدة جدا هي اسمها أنوني للدعم النفسي طبعا هتسأل نفسك يعني إيه أنوني دي أصلا هنشرح كل ده في الفيديو هنشرح كل حاجة الاسم والفكرة وبتم إزاي يعني هنزل حلقات بشكل عامل إزاي كل التفاصيل اللي هنقولها في الفيديو ده وان عشان منقررش كلام كل فيديو ونهتم بالمحتوى نفسه بتاع الفيديو طيب الفكرة ببساطة أنوني دي اختصار كلمة أنونيوس وهي اسم موجود يعني على البلاي ستور وعلى الأب ستور موجود على الويب موجود في كل المنصات وبرضو اسم لتنين جروبات على الفيسبوك واحد بالإنجلش واحد بالعربي طيب إيه الفكرة يعني عموما يعني الفكرة ببساطة أن إحنا هنتناول مشكلات ونحاول نكتشف لها حل أو نطرح حلول لها في هذه الحلقات أو حتى مش مشاكل يعني ناس بتكون طلبة رأي ناس تانية تساعدها هننزلها برضو عندنا هنا ونبدأ نتكلم عنها باستفاضة الفكرة جات منين؟ جات من إن في ناس كتير جدا بتوعوا تنزل مشاكل بشكل أنونيوس يعني بشكل هوية مجهولة يعني مش بيبقى عرض اسمه أو تفاصيل عنه ويبقى محتاج يعني يعرف حل المشكلة دي الناس تقترها لي حل المشكلة دي هتقولي تمام يعني كده انت اي بقى اللي بتعمله ببساطة في ناس كتير جدا بتهبت في الكومنتات والكومنتات بتكون كبيرة جدا فحتى الواحد لما بيجي حاول يعلق الناس دي وان ينصحهم عن خبرة يعني الكومنت بيتوف في النص وطبعا انا متأكد ما في منوش بيوصل لصاحب البوست فموضع بيبقى التصابق بقى ان انت لو حد عندك الخبرة ان انت تساعد الشخص ده في المشكلة بتكتب لازم تجري بقى ايه على ان انت تكتب اول كومنت يعني فاحنا هدفنا ببساطة ان احنا نقدم دعم النفسي لحل المشكلات وفي نفس الوقت برضو حاجة اللي فيها اراء او خبرة حياتية نشاركها مع بعض بدون اي قيود وطبعا يعني هنا هنتكلم براحتنا وهنقول رأينا بكل شفافية طيب حد يسألني يقولي طب انت ايه علاقتك يعني انت رجل مهندس ايه علاقتك بالموضوع لا انا يعني مهتم بالو بعلوم النفس ومهتم بالجانب بالانسان يدون من المشاكل اللي بتحصل مع الناس والواحد بحس ان لي نوعا ما رزانة شوية ورأي في بعض المشاكل وناس كتير جدا يعني اتكلمنا معوهم وحلنا لهم مشاكلهم فبرضو يعني احنا مش احسن الناس في الدنيا ممكن برضو تسمع رأينا تحسنوها اي كلام طبعا احنا كلنا في الاول في الاخر في الاخر بشر كل واحد بيبقى لي رؤيته وجهة نظر في موضوع ولكن خلينا نتناقش انا ما عنديش اي مشكلة حد ينتقيد رأيي مسلا في مشكلة اما او حلل مشكلة اما اه ونستفيد يعني صاحب المشكلة نفسه يستفيد طيب هتقول لي طيب ما انت الحاجات اللي انت بتجيبها ممكن يكون عد عليها اه وقت طويل اقول لك المشاكل الانسانية يعني بحكم خبرية المتواضعة بتتكرر كتير جدا هي هي نفس المشكلات وهحاول اوضح لكم في الحلقات ان في مشكلات فعلا احنا هنكون اتكلمنا عنها قبل كده حطنا لها حل بس هي بكررت مع حد تاني بشكل مختلف ولكن الناس ما بتاخدش بالها فدي الفكرة ان ممكن المشكلة دي صاحبها اه ما يكونش ريح استفاد بها ممكن يكون خد قرار بنا على كلام حد الهولو اه بس ممكن حد تاني عنده مشكلة شبيهة يقدر ان هو يستفيد من كلامنا فدي فكرة بتاعت ان احنا اه يعني ممكن نكون بنجيب مشاكل اه قديمة طيب اه حسؤال تاني اه طيب اه انت كده مش بتنتهك خصوصية الناس اللي نزلة المشاكل دي لا مش بنتهكة لان قلنا احنا مش هنجيب اي مشكلات اه نزلة في اي مكان الا ازا كانت نزلة بشكل انونموس يعني بشكل مجهول الهوائي فمفيش اي تفاصيل هتدل على الشخص دوت والهدف من هيا ان احنا نفيد الشخص دوت مش ان احنا نشهر بيه ولا حاجة وبفكرة ان حد يبقى خايف ان هو عنده مشكلة فيتشهر بيه ده مش صح لان كنا عندها مشاكل يعني عندي مشاكل وانت عندك مشاكل كل ناس عندها مشاكل فده شيء مش مهجل لا بالعكس ده شيء يعني الناس اللي بتسأل وبتشور حواليها دين دي ناس يعني كويسة ولكن لازم تكون عندها برضو قدر من ان هي تقدر تقايم اللي بيقول لها الحلول دي حلول دي فعلا مناسبة وصح ولا لأ ويعديها طبعا على فلتر طبعا الاخلاق والدين وكل حاجة وبعد كده ينفز اللي هو بيرتح له فده ببساطة شديدة جدا اه يعني الفكرة واحنا بنعمل ايه النهار طبعا عشان الموضوع طول او في التعريف ممكن نتكلم على مشكلة واحدة بس يعني النهاردة اه لكن بعد كده ممكن نبقى نتكلم عن اكتر مشكلة في نفس الفيديو اه هسيب لكم لنك التطبيق لنكات طبعا التطبيق اللي احنا كان لبعانه لنك ان يدون ده بيمكنك انت تنزل اه اي حاجة انت عايزها انونموس بشكل انونموس ما في ما محدش بيعرف عنك اي نوع من انواع التفاصيل فيش تسجيل دخول بتخش ومن غير ما تسجل دخول ولا تسجل برقم تليفونك ولا بايميل ولا اي حاجة انت بتنزله على تليفونك بيتكاريت لك اكاونت بتليفونك من غير ما يتاخد اي نوع من اي نوع البيانات بتنزل كل حاجة وانت محدش يعرف انت اه ا ا ا ا ا ا ا ا عنك اي تفاصيل ا اه خلصBir لنزل برضو لينكين الجروب بتوع الفيسبوك لو حابين تشاركوه معانا مشاكل وعايزين اننا نحلها طبعا لينك الصفحة هيكون موجود لينكين الجروبات هيكون جروب العربي جروب الانجيزي يعني انت عايز تكتب مشكلاتها بالانجلش ما عنداش مشكلة عايز تكتبها بالعربي يكتبها في الجروب العربي عايز تبعتها على رسالة الصفحة مش عايز تنزلها في الجروب براحتك برضو طيب النهاردة ان شاء الله عندنا يعني هم كونت انا اعمل حساب ان احنا نتكلم عنها ثلاث مشكلات فلازم الحق فلتر كده شوف يعني مشكلة نتكلم عنها تكون بسيطة طيب انا هختار المشكلة دي وهي حد منزل يبدو ان هو راجل يعني بيقول اطلاق عشان التبول اللي لا ارادية عند زوجتي سبب كافي ولا بظلمها العلم بعد كشفه علاجات وكل حاجة وما فيش حاجة بتتحسن وما كانش عندها قبل الجواز وبعد الجواز بفترة ما كانش عندها برضو فهل لو طلقت بصدمها ولا حقي طيب انا احاول نوعا ما طبعا عشان احنا بنتكلم على مشايك الناس وطبعا يعني ايه مش عايزين ننتقد حد ولكن احاول امسك نفسي طبعا حد ده راجل زي ما قلنا بيسأل ان هو عايز اطلق امراضه بيسأل يعني عايز اطلق امراضه عشان التبول لاراضي فزوجته عندها تبول لاراضي وده يعني شيء ما يعيبش اي حد هو طبعا هو جالها بعد الجواز ممكن يكون جالها بسبب اي حالة نفسية ممكن يكون جالها آآ بعد الحمل آآ ممكن يكون اي لأي سبب من الاسباب مرض وهيتعالج حتى وان كان علاجه صعب شوية مرض وهيتعالج وارد جدا جدا يعني بعض الشر طبعا صاحب البوست ان الراجل نفسه يجيله مشكلة آآ تعيقه يعني مش اقول لك بقى يكون تبول لاراضي لأ تعيقه فيحصل ان هو آآ ما يبقاش يعني طبيعي فهل الست من حقها ان هي تطلب الطلاق ولا لأ انا مش بتكلم عن رأي ديني ولا رأي آآ يعني آآ يكون يعني محفوظ وثابت انا بنسأل سؤال احنا دلوقتي ازا ما قلنا كده الراجل لو كان حصل له مشكلة هل كان هيقبل ان الست تطلب الطلاق ولو طلبت الطلاق او سألت سؤال زي دول كان هيتقلع عليها ست ايه ست مش قصيلة فاببساطة جديدة جدا مراتك عندها ايا كان المرض تمام بعد الشر عندنا جميع يعني المفروض ان انت تفضل جنبها وتفضل معاها لحد ما المرض ده يروح خصوصا وان كان المرض ده ليه علاج يعني برضو حتى لو المرض ملوش علاج انت واجب عليك ان انت تفضل جنبها ده لو انت بتحبها عشان برضو نبقى ايه وقائيين مع نفسنا لان حد ممكن يكون اصلا مش بيحب مراته ويعني متجوز جواز سالونات تمام وهيبقى بقى مجبور عشان الاصول وعشان ما عرفش ايه بقى مجبور عليها ويحس ان هو مجبور عليه ده وهيفضل مجبور 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 لحد ما في لحظة هينفجر ويعيرها وده هيبقى دمار نفسي لها فده شيء مش مزبوط فهو بكل بساطة شديدة اسأل نفسك السؤال تمام؟ انه كان طبعا صاحب صاحب الوسطى الصح والاخلاق والدين كل حاجة بتقول ان انت تفضل جنبها لحد ما تخفه وتعليك بس انت خليك وقعي اسأل نفسك السؤال هل انت في مرة من المرات هتيقس وتتخنق وتيجي تعييرها بحق ان انت معاها وهي عندها مرض فلاني؟ لو انت هتعمل كده يبقى ما تكملش من دلوقتي وانسحب دلوقتي هيكون الصدمة ابسط وقهون لان انت لو عملت كده في مستوى ممكن يجرى لها حاجة يعني علعم بكثير من المرض اللي عندها تمام؟ لو انت مش هتعمل كده هتبقى رجل اصيل وانت بتحبها وطبعا انا مش حس ان انت بتحبها بصراحة من صياقة البوست نفسها لو انت بتحبها بقى و هتستحملها وتفضل معها وتدعمها ده يا اخي ربنا هيساعدك يعني هيحاول يعني ربنا هيخليك انت محاولتك دي ان انت تبقى جان بمرضك و ان انت يعني نفسك ان هي تخف هتخف ان شاء الله يعني ما فيش مرض ملوش علاج وبعدين ده مش مرض يعني لقدر الله بعينها مع الجميع مرض معروف ان هو نهايته لنهاية يعني و ملوش علاج ده مرض بتعالج كل الناس ناس كتير جدا بيجي لها المرض ده هو سبب مشاكل الناس النفسية اه و بيخفه من بس ده ببساطة رأيي في الموضوع يعني هو اسأل نفسك السؤال زي ما قلنا هتقدر انت بتحبها من جواك و هتقدر تفضل معها وتفضل جنبها من غير ما تعييرها و تيقس في الاخر تمام هتيقس بيبقى انت هوضح لها ان انت مش حابب تكمل ولو ما فيش منكم اطفال يكون افضل تمام لان لو فيها بينكم اطفال ده هتبقى مشكلة تمام اه وتنفصله بكل بساطة وكل سهولة لان هي بصراحة هتكون هي الكسبان لان هي كده هتبقى على كفع بفريد انت من مرض بسيط عايز تسيبها وتخلع وتقول بظلمها ومش بظلمها بصراحة انت بتظلمها ايش خلناه وقعين اه فده يعني رأيي ببساطة وتمنى انما يعني ايه ما كونش اه يعني اه طولتوا عليكم ولا اه 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 بحب اكرر المعلومة كتير اشان بس ايه اه اكد عليها يعني اه فده كانت اول مشكلة معانا النهاردة ياريت لو تكتبولي في الكومنتات اه بتاعت اي بقى ان سواء انت بتتفرج عليها من اي من المنصة ستكتب لي اه في الكومنتات رأيك فهزين ومشكلة هل انت مع رأيي ولا لا او لو عندك رأيي مخالف يبقى ما فيش اي مشكلة اكيد صاحب المشكلة او اللي عنده مشكلة شبيه هيبص على الكومنتات ويحاول يستفيد من رأيه ورأي الاخرين وان شاء الله المشكلة تتحل و اه ربنا يهديك صاحب المشكلة الى اه يعني الطريق او الحل الصحيح شكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جدا